اعزائي مشاهدي القناة على اليوتيوب النهاردة عايز اكلمكم عن المحرك البحسي الخاص بجوجل المعروف بجوجل سرش النهاردة هكلمكم عن مدخل او مقدمة لجوجل سرش او المحرك البحسي الخاص بموقع جوجل اول حاجة هنتكلم عنها عن جوجل نفسها كشركة معلوماتية اول حاجة هنتكلم عن جوجل نفسها هنا من الوكيبيديا وصفحة جوجل بالانجليزية هنا بنعرف ان جوجل شركة شركة تقنية امريكية وتعددة الجنسيات متخصصة في منتجات وخدمات خاصة بالانترنت وده بتضمن اعلانات انلاين وبحس وكلاود كومبيوتينج وبرضو صوفت وير و هارد وير منتجات مادية ومنتجات غير مادية لحاسب الالكتروني زي التطبيقات زي هواتف محمولة ومعظم ارباحها بتأتي من اد وردز او اعلانات اللي بتحط على الموقع البحسي جوجل اتأسست في 1996 وهنا شايفين صورة موقع رئيسي بجوجل اللي تأسس في 2014 هنا شايفين صناعة جوجل اللي هي الانترنت ومتجات غير مادية لحاسب والمتجات المادية لحاسب سوفت وير و هارد وير بالنسبة لخدمات جوجل خدمات جوجل كتيرة ومتعددة ومتشاعبة ومن الشكل التوضيحي اللي قدامنا ده ممكن نشوف من خدمات جوجل في جوجل بلاس وده موقع سوشال ميديا زي موقع فيسبوك في برضو الجوجل ميل وده موقع مقارب ليهو ميل خاص بإرسال واستقبال رسائل إيميل في برضو جوجل كروم والجوجل كروم ده عبارة عن صوفت وير بينزل على الكمبيوتر والجوجل كروم ده عبارة عن متصفح انترنت خاص بشركة جوجل في برضو جوجل ماب وده برضو خدمة من جوجل خاصة بالخرائط خرائط ساتلايت أو رودماب أو خرايط عادية لأي مكان على وش الأرض في برضو هنا جوجل درايف والجوجل درايف ده خدمة من خدمات جوجل بتسمح لك إنك تاخد مساحة تخزين على سيرفر من سيرفرات شركة جوجل لكن لو عايزين بالتفصيل معلومات عن خدمات ومنتجات جوجل في هنا قائمة بمنتجات جوجل ومتجسمة وفي تقسيم وتصنيف هنا للمنتجات الكتير هدية والمتعددة ومتشعبة هنا مثلاً ويب بيزد برودكتس أو منتجات ذات أساس شبكة عن كبوتية بمعنى إن الخدمات دي الخدمات اللي احنا شايفين هدية ممكن توصلها عن طريق أي ويب براوزر جوجل كروم أو إنترنت إكسبرورر زي الجوجل سورش والجوجل سورش أو المحرك البحث الخاص بشركة جوجل ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات القادمة في هنا برضو ملتبل لانجوج أو لغات متعددة لجوجل يعني في جوجل فرنسا في جوجل مصر في جوجل تونس في جوجل أرجنتين في برضو جوجل أليرت خدمة جوجل أليرت دي عبارة عن خدمة نوتيفيكيشن أو خدمة إعلام على طريق الإيميل في جوجل بوكس ودي عبارة عن مكتبة أونلاين لمئات أو ألاف من الكتب أو أجزاء من الكتب في مثلا في جوجل فاينانس أو جوجل خدمة المالية في جوجل جروبس في جوجل إيميج سرش ودي برضو هنتكلم عنها في حلقة لاحقة في جوجل فلايت سرش أو خدمة البحث عن رحلات الضيران في اللانجوج تولز في جوجل نيوز أو جوجل الأخبار في جوجل فيديو والجوجل فيديو دي برضو هتكلم عنها لاحقاً في حلقة قادمة اللي هي بتسمح لك أنك تدور على أي محتوى فيديو أو مقاطع فيديو خاصة بموضوع معين أو كلمة معينة في الويب هستري والويب هستري هنا دي تعتبر من الخدمات اللي بتقدمها جوجل بحيث أي موقع أنت بتزوره من خلال جوجل كروم بيتحفز في مكان معين مش على جهاز الكمبيوتر بتاعك لكن على واحد من السيرفرات الخاصة بشركة جوجل في برضو خدمات إعلانية في كاتيجوري تانية كاتيجوري تانية لخدمات جوجل ومنتجات جوجل وأهم واحدة منيها الأكثر انتشاراً اللي هي جوجل أد ووردز ودي بتسمح لأشخاص وشركات ومؤسسات إنها تحط مواد إعلانية على المحرك البحسي الخاص بشركة جوجل في برضو كاتيجوري أخرى أو تصنيف آخر لمنتجات جوجل اللي هي الكميونيكيشنز ان بابلشينج تولز اللي هي الأدوات الخاصة بالإصدار والاتصالات في منها مثلاً جوجل Art Project، جوجل 3D Warehouse، في برضو جوجل Bookmarks والبوكماركس دي برضو زي اللي هي الفيفوريت أو المفضلات على جهاز الكمبيوتر بدل ما تحفظ على الهارد ديسك الخاص بجهاز الكمبيوتر أو لابتوب الخاص بك بتتحفظ على، بتتحفظ أونلاين من أي مكان توصل لها لأنها بتحفظ بإسمك أنت على السيرفرات الخاصة بجوجل تع Peter في برضو أه في الآß الآه جوجل دوكس واللي قابليها في هنا جوجل كالندر الجوجل كالندر والجوجل دوكس والجوجل درايف دولا بينترجوا تحت اسم كلاود كلاود كومبيوتينج ومصطلح الكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة الحوسبة السحابية اني الخدمات دي بتوصل لها عن طريق مواقع خاصة بشركة جوجل ودي لحد ما شبه مواقع أو سوفتوير خاص بالكومبيوترات بس ما بتحفزش على ما بتحفزش على جهاز الكومبيوتر أو اللابتوب الخاص بيك لكن بتحفز في أماكن على السيرفرات أو الخوادم الخاصة بشركة جوجل مثلا جوجل درايف جوجل درايف بتديك درايف على السيرفرات بتاعتها بحيث إن وصائق أو وصائق أو دوكيمنتز خاصة بيك مهمة بدل ما تحفزها على جهاز اللابتوب أو الكومبيوتر بتاعك وممكن تكون عرضة للسرقة لها أو لو الهارد ديسك حصل له مشكلة إنها بتحفز في الكلاود أو في السيرفرات الخاصة بشركة جوجل فيه برضو الجوجل دوكس الجوجل دوكس بتخل بتديك الإمكانية إنك إنت تصنف تديك الإمكانية إنك إنت تعمل عملية upload ل documents زي word زي excel زي powerpoint زي excel sheet زي pdf بدل ما بدل ما تحفزها على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك بتحفزها على مكان مكان معين على أجهزة الخوادم الخاصة ب شركة جوجل وفي الحالة دي من أي مكان توصل لها من أي جهاز الكمبيوتر توصل لها في أي وقت توصل لها ولو الجهاز الكمبيوتر بتاعك حصل له حاجة اتسرج اتعطل الهارد ديسك باز ممكن توصل ل الخدمات دي أو الوسائق الخاصة بيك دي من أي مكان في برضو جوجل بانوراميو جوجل بانوراميو دي عبارة عبارة عن صور لكل العالم لأي مكان في العالم في جوجل سايتس وده بتسمح لك أنك أنت يعني دي أداة لبناء مواقع على الإنترنت ممكن مواقع شخصية أو عامة أو لمجموعات ممكن تكون الاستخدام شخصي أو خاصة بمؤسسات في اليوتيوب برضو اليوتيوب اليوتيوب خدنا من خدمات جوجل وعبارة عن مشاركة يعني موقع شبكة عن كابوتية خاص ب اليوشيرينج أو مشاركة الفيديو وده على فكرة من أكتر المواقع أو خدمات جوجل امتشارا في البحث عن أي محتوى فيديو أو مقاطع فيديو في برضو الجوجل فويس والجوجل فويس ده زي السكايب زي اليهو ميسنجر بتسمح بشات بتديك القدرة على أنك تعمل شات صوتي فيه برضو جوجل development tools أو أدوات تنمية ودي خاصة بالمبرمجين فيه برضو statistical tools أو أدوات لحصائية فيه جوجل analytics ودي بيستخدمها بصممي الwebsites في ال فيه برضو operating systems operating systems أو أنظمة التشغيل فيه خدمات من جوجل زي نظام الاندرويد نظام الاندرويد وده اللي بدعوا وإيه اللي بدعوا شركة جوجل وده بيستخدم فيه الهواتف الزكية وفي التابلت أو في التابلت أو الكمبيوتر اللوحي فيه الخروم أو أو الخروم operating system فيه جوجل تيفي وهو عبارة عن smart tv platform في الاندرويد وير نظام الاندرويد بس النظام ده خاص بي زي ما احنا شايفين هنا smart watches أو الساعات الذكية فيه برضو ال desktop applications desktop applications أو تطبيقات سطح المكتب وده عبارة عن software انت بتعمله عملية download من على الانترنت ويبقى على جهاز الكمبيوتر منه مثلا google chrome وده متصفح انترنت في الgoogle earth وده يعني بالزبط زي google maps بس ده يعتبر desktop application في هنا برضو ال google web designer ويزي what you see is what you get editor وده لصنع صفحات html5 غنية بمعنى اصح بمعنى اخر تصميم مواقع وتصميم صفحات ويب في google drive الgoogle drive ده غير الخدمة التانية في google drive disk application وفي google drive web based application هنا google drive ده عبارة عن desktop application بتنزله من الانترنت ويحتفظ وبيعمل folder على جهاز الكمبيوتر بتاعك اي اي documents اي ملفات بتحطها في الفولدر ده automatically بتتحط على ال google drive في السيرفر الخاص ب google في برضو ال google photos pack up وده برضو خدمة تانية بحيث ان الفولدر الفولدر اللي بتحط فيه اي صور على جهاز الكمبيوتر بتاعك بيعمل نسخة تانية بالزبط موازية على الاكاونت الخاص بيك في google وبيحفظ نسخة تانية لأي صورة بتحفظها في الملف ده في برضو الموبايل ويب applications ده مثلا لما يكون معك سمارتفون زي galaxy زي اي سمارتفون تاني في google calendar او نتيجة او نتيجة جوجل في drive في gmail في google photos والsearch في برضو من خدمات ومنتجات جوجل في hardware او منتجات مادية خاصة بالحواسب والهواتف والتليفونات يعني مثلا جوجل صنعت جوجل درايف لس كار او العربية او السيارة اللي بتقود نفسها بنفسها واحنا مثلا هنا عملنا open new tab هنا دي ال google self driving كار او السيارة السيارة اللي السيارة اللي بتقود نفسها من غير قائد دي طبعا لها وده زي ما احنا شايفين ده مش software ده مش application ده شيء فعلي ممكن نلمسه وممكن نشوفه في الاسواق في برضو سلسلة من الهاتف Nexus زي Nexus 1 Nexus S Nexus Q Nexus 7 وده مثلا ده مثلا عبارة عن هاتف phone running the android open source mobile operating system version 6 وده عبارة عن هاتف بيعمل على نظام الاندرويد version 6 ومسلا لو فتحنا الصفحة دي عشان نشوف شكل الهاتف اللي صناعته شركة جوجل هدي شكل ال Nexus S P هاتف سمارتفون صناعته شركة جوجل شغال على نظام الاندرويد في هنا تاني منتجات تانية زي مثلا ال Chromebook Chromebook ده اعتبر لابتوب لابتوب شخصي شغال على نظام Chrome operating system Chrome OS في برضو Google Class وفي Google Contact Lens ودولا يعني من أحدث ال gadgets الخاصة بشركة Google يعني Wearable Computer Computer ممكن في صورة نظارة With an Optical Head Mounted Display ولي شاشة عرض مرئية بتتحط جدا من العنين and a camera that allow the wearer to interact with various applications and the internet via natural language voice commands وبردو في camera بتسمح لمرتدي النظارة دية أن يتفاعل مع مختلف التطبيقات والإنترنت من خلال لغة طبيعية من خلال أوامر صوتية من لغة طبيعية يعني بتدي أوامر صوتية ل Google Glass أو نظارة Google وبتجاوب بتجاوب على بتجاوب على الأوامر دية في بردو Google Lens Google Contact Lens أو عدسات لسقة خاصة بGoogle ودي بارة عن Contact Lens capable of monitoring the user glucose level and tears it's not yet released for public uses but in testing at Google ودي عدسات لسقة قادرة على تتبع نسبة الغلوكوز في دموع المستخدم لكن لسه ما ضرحتش في الاستخدام العام ودي كانت نبزة عن خدمات أو منتجات شركة Google ترجمة